إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا أَعَلَّكُمْ تَحْقِلُونَ أحبابنا أهل القرآن حياكم الله نضر الله وجوهكم وتقبر الله أعمالكم وجعلها في موازين حسناتكم وكتبنا وإياكم من العتقاء من النار ومن المأجورين ومن عباده الصالحين وأدخلنا في زمرة الأنبياء والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً نسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركات أن يغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا ويكفر عنا سيئاتنا ويكتبنا مع الأبرار إنه على كل شيء قدير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم أطب علينا إنك أنت التواب الرحيم وهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أحبابنا أهل القرآن حياكم الله أهلاً بكم ورقاء متجدد في رحاب تناسق الدرر ننظر موضعاً جديداً نكشف فيه بعض ما يفتح الله سبحانه وتعالى علينا وعليكم به من فهم هذا المحل وسر تشابهه مع غيره مقتضى ذلك حفظاً وفهماً والموضع الذي نحن بصدده اليوم من قول الله في قصة سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم تشابه هذه الآية آية أخرى في سورة الشعراء من قول الله قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم لماذا قال الله هنا قال الملأ من قوم فرعون وهنا قال للملأ ويترى من الذي قال إن هذا لساحر عليم هل هو فرعون أم هم ملأ فرعون يعني قومه أولاً يعني نوضح أن سورة الشعراء وصورة الأعراف كلاهما مكيتان ومقتضى ذلك سير القصص والنظر في أحوال يعني من ذكره والاقتصاص أو القصص أو السياق في سورة الشعراء مقتضاه أن سورة الشعراء نزلت قبل سورة الأعراف ليه؟ لأنه نوضح الآن أولاً في تفصيل كثير في سورة الشعراء وفيها بيان أوضح وأشمل من سورة الأعراف وصورة الأعراف يترتب بعض أحكامها أو بعض أحكام القصص فيها على الطريقة التي جاءت في سورة الشعراء السياق هنا سياق الحديث في هذه القصة قصة موسى وفرعون في سورة الشعراء عند المتكلمة فرعون والكلام من أول القصة من قول فرعون قال ألم نربك فينا وليداً ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين إلى أن يأتي إلى قوله قال للملأ حوله إن هذا لسحر أب فالمتحدث هنا فرعون هناك في صورة الأعراف قال قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر نال طيب الذي تحدث أول ما تحدث هو أشدهم عناداً وكفراً وتكذيباً لسيدنا موسى وهو فرعون فهو الذي ادعى لنفسه الألوهية وكذب فرعون وطغى وتجبر بل وقال أن ربكم الأعلى وهو المبتدئ بالكلام يتكلم إلى خواصه وإلى خلص جلسائه فيقول إن هذا لساحر عليم ثم كان الأمر بعد ذلك أن تكلم خلصه إلى سائر أصحابه وإلى عامة الناس مبلغين القوم قول فرعون لذلك جاءت الآية في صورة الأعراف على لسانهم ناقلين لقول فرعون والذي يؤكد على أنهم ناقلون لهذا لقول فرعون لا قولهم هم والقول قول فرعون وهم عنه ناقلون أن الله سبحانه وتعالى قال بعد ذلك على لسانهم قالوا أرجه وأخاه موجهين الكلام لفرعون كأنهم يردوا عليه كلامه فيشيرون عليه بما طلب منهم يعني بإرجاء بإرجاء سيدنا موسى إلى أن يتحدى وأن يردى لذلك فالكلام هناك في صورة الشعراء بني عليه الكلام هنا في صورة الأعراف ابتدأ فرعون لعنه الله وقبح وجهه الكلام عن سيدنا موسى إلى خلصه ثم خلصه إلى سائر الناس يعلنون كلام فرعون كلام هذا الطاغية والله سبحانه وتعالى يفصل الكلام في صورة الشعراء مبيناً أو مبيناً أو ملزماً أن الشعراء مقتضى الكلام فيها ومقتضى الاقتصاص ومقتضى السياق أنها التي نزلت قبل صورة الأعراف أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيما قلنا الفائدة وأن يفهمنا وإياكم رسائله التي تضمنتها آيات الذكر الحكيم وأن يجعلنا وإياكم من الذين يتدبرون القرآن قال الله أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أسأل الله أن يفتح قلوبنا لكلامه وأن يفتح عقولنا لذكره وأن يكتبنا وإياكم من عباده الذاكرين الشاكرين إنه على كل شيء قدير وأن يرزقنا وإياكم العتق من النار والمغفرة والإثابة وأن لا يخرجنا من رمضان إلا وقد غفر لنا ولكم ولسائر المسلمين إنه على كل شيء قدير ودمتم في رعاية الله إلا أنزلناه قرآنا عربي إلا أنكم تحقلون إلا أنزلناه قرآنا عربي إلا أنكم تحقلون قرآنا عربي إلا أنكم